مريم سفياني 26 سنة حالياً مجازة بالبيولوجيا يعني إجازة البيولوجيا لأصل من المدينة الصورة وحالياً تنسكن في القزة التخصص ديالي هو البيولوجيا يعني كل ما يخص البيئة وفي نحصل الوقت الصحة من دائماً كان عندي هاد الهاجس ديال التغذية كل ما هو صحي كل ما هو طبيعي كان نهتم به فإن شاء الله غادي إن شاء الله نكمل دراسة ديالي وندير أماستاه خاص يعني في التغذية المشروع هو في الأول كان نجيبه مواد طبيعية من البادية ومن بعد يعني كان نجيبه مثلاً بلبولة، القامح العسل، سمنز، زبدال، بيض، هاد المواد تنجيبهم من البادية وتنبيعهم إحنا في كازا من بعد هادوك الزبونات اللي كي يأخذوا هذا الشيء طبيعي الخوبي أنه ما تيخدموش به يعني بحال دقيق القامح دقيق شعير، البلبولة، ما تيستخدموش بززاف يعني في هذا وعاد كين مشكل ديال الخبز كين واحد الخاص بزاف في كازا بالخبز اللي في الخميرة البلدية خصوصاً حيث كين ناس اللي تديروش ميوت عندهم مشكل في المعداء عندهم ما كينش الخبز في كازا، ما كينش خوز بالخميرة البلدية عندي غروب فيسبوك ومن هاداك اللي غروب كان بقلوصي أي حاجة طيبة تتضاري أنا كنت بخطجها مع الناس وكين حكت الوصفة وهذا كي يجيوهما يأيما لعجباتهم هذيك الوصفة تديروها ويبخطجوا معانا إلا كان هما محتاجين خصوصاً الموظفات كينينورجال أوسي كي يخضو معاني كي يطلبوكي كوموندي وشي يخطو الخبز هادوكي 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 كل شي مصيد بالخميرة البلدية فقط بدون أي موظفات بدون أي محسينات للخبز هيا هو الهدف هو استقلالية المرأة لأن المرأة ما مطلبش منها تكون مستقلة مطلب منها تحقيق الحاجيات صافي يعني الحاجيات تحقيقهم صافي أنا ليس هادوكي هادوكي كان هو نجيب للسوق شي حاجة لي جديدة ما كيناش لأنه فعلاً لا ينشأ المنتجات قليلة جداً وثمان دياله مرتفع لعندي أنا كنتمثلاً الخبز متوسطة بربعة درهم فش كنتمشي للمخابز تلقي الخبز سنغلوتان تلقي صغير وربسة درهم وربسة درهم حتى الخبز لا يوجد في الخميرة البلدية أصلاً في المخابز لم يكن لدي نهائياً هادوكي هادوكي تبتداتي وخاصة نكون هادوكي 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 بقدر ما كان عندي كنشوف الناس امراض تديروشيميو لم يكن لديهم شوين هااد المادة اللي كانستعملها أنا أولاد كتجيني بادية يومياً تنفق نعجن جوج خبيزات وتنطيبهم الفطور وفي الغداء يعني كانت حاجاتي لعندي ممكنش دبوه مستحيل من كون خبز ديال مخبازة أو لا يعني ذاك الوقود يالوكي تذرني وحتى عند تتكذرني قلت هادوكي أنا لعندي كما نقوم بحاجة يومياً هناك الناس الذين يحتاجون مرادين يريدون أن يصلوا لهم هناك الناس الذين لديهم مرادين يرون كيك صغارين فأنا فكرت أن كل مرة نقوم بحاجة جديدة كيك، كوبكيك، فوندو بيتزا خبز مثلاً خبز هامبورغر يعني كلها محاجة من هذا الشيء الذي كان في السوق نحاول أن نقوم بحاجة محاكية لها وأنا كينا في نفس الوقت بجودة يعني حسن بطبيعة الحال وبمنفعها أكتر لسالتي المرأة المغربية أنه دائماً تبحث يعني ما تتسنىش الفرصة هي جديها بالعكس تصنع هي الفرصة من ذاتها كينا الحمد للأمشاريع أنا تصادفت مع مشاريع لي هما رائعين كينا بنات اللي تيدروا سلوا يعني هذا الشيء طبيعي إنسان ما تتسنىش للدولة تخدموا كيف تنقول دائماً ضرورة يعني تخلق الفرصة من ذاتك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة